موسيقى غارة نصرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة موسيقى ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس تهمة الاختصاب موسيقى بعد سبع سنوات الصين تسجل أول إصابة بمرض إفروانز الطيور في إقليم هونطار نشرت الأخبار من أكاديمية فوكس للأعلام أهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغرى الإسرائيلية التي استهدفت قطع غزة يوم أمس إلى شخصين بينما وصل عدد الجرحى إلى ثلاثة وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن شقيقين محمد وإسلام ياسين لقياحت فيهما عندما استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا إلى أنه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الإسلام كان يخطط لخطف إسرائيليين في سيناء موسيقى اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هليري كلينتون واستعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج وإنجاح جهود السلام وصولا إلى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي عرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحرة الموقع بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني أول معتقلا في سجن جوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته 285 طهمة من تهم الإرهاب الموجهة إليها حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نايروبي ودار السلامة عام 1998 ودنت المحكمة غيلاني البلغ من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير أو إلحاق الدرر بمتلكات الأمريكية باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتله ويواجه غيلاني الآن حكما بالسجن لـ 20 عاما على الأقر ضربت ممثلة إدعاء سويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الأنترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاختصاب وكان مكتب ممثلة الإدعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاختصاب ضد أسانج من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبق نشرتنا مستمر فيها بعد فاصل قصير الشرطة الإيطالية تتلقى على أطونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراره أهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ضل هاربا لمدة 14 عاما واعتقلت الشرطة المتهمة أنتونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابه للمافيا السقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقال سجلت أول إصابة بمرض إفلوانزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة دهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة مما يعني أن هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكير بأهم العنوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة للإغتصاب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء